ماذا عن علاج هذه الحالة؟ زي ما قلت من شوية أن علاج الخصية المعلقة بيكون بالتنسيق ما بين طبيب الأطفال وطبيب جراحة الأطفال وهم الاتنين بيقراروا فترة الانتظار في حل عدم نزول الخصية أو الخصياتين لمكانهم الطبيعي بس الأمانة يعني تقتضينا نقول أن القرار النهائي بيكون لتخصص جراحة الأطفال تمام؟ وقلت أنه ممكن يحصل إصلاح خلال أول 9 شهور من العمر تلقائيا من تلقاء نفسه طيب لو ما حصلش بيبقى خلاص مفيش حل لا فيه علاج فيه علاج كمان يعني بالحقن وفيه علاج جراحي واحانا العلاج بالاتنين العلاج زي ما بقول بيكون بالحقن الهرمونية أو بالجراحة أو بالاتنين مع بعض وكل ما كان الخصياتين نزلين لتحت يعني قريبين من الكيس كل ما كان العلاج بالحقن الهرموني ناجح لكن ده أمر زي ما قلنا بيقرروا طبيب جراحة الأطفال أحيانا كمان ممكن يكون فيه فتأة وده بيتم إصلاحه جراحيا في نفس عملية تصحيح مكان الخصياتين بحذر أن ترك الأمر بدون علاج لفترة أطول من اللي بيقررها الأطباء بيعرض الولد ده لعدم القدرة على الإنجاب لما يكبر لأن عدم وجود الخصياتين في مكانهم الطبيعي بيؤدي لفقدان الوظائف الرئيسية للخصياتين إيه بقى هي وظائف الخصياتين؟ واحد انتاج وتخزين الحيوانات المنوية كمان انتاج هرمون التستستيرون المسؤول عن نمو الأعضاء التنسولية عند الرجل وأيضا انتاج الهرمونات الذكورية الأخرى وهي بيسموها الأندروجينز واللي بتكون مسؤولة عن إعطاء الجسم صفاته الذكورية المميزة الوظائف المهمة دي كلها لقدر الله ممكن تتعرض للخطر أو للضعف الشديد ده غير طبعا لقدر الله إمكانية حدوث بعض الأورام في الخصياتين العلاج زي ما قلنا سهل وكل المطلوب هو المتابعة الطبية وعايز يعني قبل ما اختم كلامي مع حضراتكم في هذا الموضوع هقول بعض النقط المهمة أول نقطة هو إن طبيعي يكون فيه خصية أكبر من التانية خصية أكبر في الحجم من التانية وهي تحديدا الخصية اليمين برضو طبيعي أن تكون الخصية اليسرى اللي ناحية الشمال متدلية أو نزلة لأسفل شوية عن الناحية اليمين تمام؟ تاني نقطة مهمة هي أن نمو الخصياتين للحجم الطبيعي بيكون في المراحل الأولى للبلوغ ما بين عمر 10 سنين إلى عمر 13 سنة والحجم الطبيعي بيكون حوالي من 5 سنة إلى 7 سنة ونص في الطول و 2 سنة ونص تقريبا في العرض أما تالت نقطة إن فيه أحوال ممكن يحصل فيها آلام وتورم في الخصياتين زي التواء الخصية اللي تكلمنا عنه واللي بيكون مؤلم جدا وبيحتاج للطوارئ الطبية ممكن كمان يحصل تجمع لسائل في المنطقة المحيطة بالخصياتين بيسموها الحالة دي هيدروسيل ممكن كمان يحصل عدوى أو التهابات بسبب بعض الفيروسات أو الطفيليات ممكن يحصل تورم في أحد الأوعيات الدموية ودي اسمها دوالي الخصية برضو حالة طبية شهيرة جدا عشان كده بشكل عام لازم الحفاظ على هذا المكان وطلب المشهورة الطبية في حالة ظهور أي أعراض أو علامات فيه أخيرا زيادة درجة الحرارة فاكرين لما قلنا أن الخصياتين بينزلوا من البطن عشان درجة الحرارة مش مناسبة ليهم لما بيكونوا في البطن فلازم ينزلوا لكيس الخصياتين مش احنا قلنا كده؟ طيب زيادة الحرارة درجة الحرارة تؤدي لمشاكل وظيفية مؤثرة جدا في الخصياتين عشان كده لازم نتجنب المياه السخنة أوي أثناء الاستحمام فيه ناس كده بيعودوا ولادهم أنهم يعني لما يجوا واستحموا واستحموا بما سخنة أوي خاصة في الأجواء البردة يعني زي اللي احنا فيها دي لا الماس سخنة أوي غلط كمان لازم تجنب الجلوس في حمامات البخار لفترات طويلة أنا ليه بقول الحكاية دي؟ لأن بعض الأولاد لما بيكون وزنهم زيت شوية فتلاقي مثلا الأب بيقول أنا هعمل دايت أو هعمل رجيم وهشجع ابني وأنا بروح مثلا أخد حمام بخار هاخد ابني معاه لأ حمامات البخار هنا خطر على الطفل إنه ليس خطر أصلا على طفله على الكبير كمان كمان لازم تجنب الملابس الديقة خصوصا الملابس الداخلية وآخر نصيحة مهم جدا 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 تجنب وضع اللابتوب أو الموبايل على الفخدين الحركة دي بيعملوها ناس كتير قوي قوي الحرارة الصادرة من اللابتوب من جهاز الكمبيوتر اللابتوب أو الموبايل على الفخدين الحرارة دي ممكن تكون مضرة جدا جدا على الخصياتين خلوا بالكوا قوي من الملاحظات دي ونبهوا أولادكم لها من فضلكم